مسلسل خان الدهب والنهاردة هنتكلم عن تسريبات احداث الحلقة 14 من مسلسل خان الدهب ونلاقي ان سالم بدأ ان هو يخطط وكمان طالما الموضوع في فلوس يبقى اكيد هيفكر في الموضوع كويس جدا وحيحاول ياخد الجزء الاكبر من الورسلين علشان كده هلاقي بعد كده بيفتح الخزنة اللي المفروض المفتاح بتاعها كان مع زوجته صابرين ومن المحتمل ان هي تكون قالت له على موضوع الخزنة دي وان المفتاح معاه بحس يقدر ان هو ياخد فلوسه من غير محد ابدا يعرف لكن الصدمة هنا انه بيقول لصابرين ان هي اخبة واحدة شافها بحياته والصدمة كمان لما سالم بيشوف ان ليلة بتدي فلوس لاخو امير واتفضله دايما عليه علشان كده هيزيد الحاجة دول خبس في قلبه وحيكون عايز ياخد الورسل اكبر من امير وهتقوم صراعات كبيرة رغم ان امير راضي باي حاجة لكن سالم دايما دماغه يعني بتخليه يعادي اخوه وكمان صابرين بتوزه دايما على اخوه غير المشاكل اللي بتعملها مع حياة علشان تطفشها وتكرهها في الاعدة في البيت اما ليلة فكانت عارفة كل حاجة وما رضيتش ان هي تتكلم ولا تفضح سالم وصابرين قدام امير وحياته ولسه الصراعات مستمر رابين ايه الاخوين على الميراس وخاصة سالم اللي عايز ياخد كل حاجة ويكوش على كل حاجة هو وصبري الوزي بيخرص ورب يقولنا ليعجبكو في تكلمنا على اهم الاحداث والصراعات في احداث الحلقة 14 من مستسخين دام اشوفكو على خير في فيديو جديد باي باي